نقلة نوعية كبيرة يشهدها الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث ارتفعت عملياته التشغيلية بأكثر من 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي مستقبلاً 158 مشروع صيانة وإصلاح للسفن خلال هذه الفترة الحوض الجاف الحمد لله رب العالمين يشهد نمو متوالي من سنة لأخرى فنرى ارتفاع عدد مشاريع الصيانة والإصلاح التي استقبلها الحوض الجاف يصل عدد المشاريع هذه السنة بـ 158 إلى نهاية شهر سبتمبر مقارنة بـ 128 مشروع تم تنفيذه إلى سبتمبر السنة الماضية كذلك يشهد نقلة نوعية كبيرة في عمليات التشغيلية حيث نمت عدد المشاريع التي استقبلها من 6 إلى 27 مشروعاً في اليوم الواحد لتجاوز عدد السفن والمشروعات التي تعامل معها الحوض الجاف في الدخم منذ انطلاق عملياته وانتقلت شركة الحوض الجاف من صيانة وإصلاح السفن إلى صناعتها حيث جرى تسليم سفينتين خلال الفترة الماضية ويجري الآن العمل على بناء سفينتين أخرين من خلال كفاءات وطنية بنسبة 100% كما أضافت الشركة ضمن خططها المستقبلية حوضاً ثالثاً عائم للتوسع في صناعة السفن بشتى الأحجام والاستخدامات وتتسم بالاستدامة وصديقة للبيئة كما أن الحوض الجاف يقوم الآن بصناعة السفن الصغيرة والمتوسطة وقد تم تسليم مشروعين في السنوات الماضية كما أن الحوض يقوم الآن بتصنيع سفينتين أخرتين وسيتم تسليمها هذه السنة والسنة القادمة إن شاء الله كما أن الحوض الجاف قادر على بناء الهياكل الحديدية والتي من شأنها تساعد في قطاع النفط والغاز ليكون مكملاً أزول في هذا القطاع الحيوي كما أن وصول الحوض العائم إلى الحوض الجاف في الدقم من شأنها أن يزيد الكفاءة التشغيلية بمقدار 20% إن شاء الله في السنوات القادمة ومنذ بدء عملياته التشغيلية تعامل الحوض الجاف بالدقم مع أكثر من 1600 سفينة ومشروع حيث يمتلك ورشة صناعية تبلغ مساحتها أكثر من 400 ألف متر مربع مزودة بكافة الإمكانات والمعدات إضافة إلى تبني أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة الآمنة مما جعل منه مركزاً لوجستياً يلبي احتياجات ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية